احبتي الصغار السلام عليكم ورحبا بكم في حصة جديدة من حساسي اريان بياس اليوم ان شاء الله لدينا حصة جديدة لدينا المراقبة الثانية للمستوى الاول بداعي اذا الاول جيد اذا احسنتم اذا قبل ما بدأ الحصة ديانا ما تنساوش لما مشتركش عندي فرق قناة اشترك وكذلك ايضا خليوا لي اعجاب او لايك او اعجاب لهذا الفيديو هذا اذا على بركتي الله سيبدو هاد الفرد هذا او هاد المراقبة وهاد الامتحان لدينا التمرين الاول اذا التمرين الاول يقول ولون الحيوانات الموجودة داخل السياج عليها نقطة ولون الحيوانات الموجودة داخل السياج اذا باش انكم جاوبوا عن الامتحان بذلكم متزربوش فكروا مزيان وشوفوا المعطيات لتعطيت لكم عادة نجاوبوا على السؤال حيث يقولوا اه اذا فكرت في السؤال فرا هو نصف الجواب او قراءة السؤال فهو نصف الجواب كتفهم الجواب جيد اذا لاحظوا معي هنا مطلب انه هو اننا نلون الحيوانات الحيوانات الموجودة داخل السياج لاحظوا معي هنا اعطونا حيوانات لدينا هنا غزان لدينا حمار وحشي اسد قرد ولدينا هنا مدى سياج لدينا هنا سياج واللي مطلبنا هو ان ان نلون فقط الحيوانات التي توجد داخل هذا السياج داخل السياج ليس خارج السياج جيد اذا اولا سوف نلون الحمارة الوحشي الحيوانة الاول هو هذا لانه يوجد داخل السياج سوف نستعملوا اللون اللي بغيته حيث هنا لم نحدد لنا لون محدد فقط قالوا لنا الوحشي اللون اللي بغينا اذا نبدأ الشكل هذا لوننا الحيوانة الاول الذي يوجد داخل المدى السياج داخل سوف نمشي ونشوفوا الحيوان الثاني هو هذا الاسد وانه يوجد داخل السياج يوجد هنا حيوانين الذين يوجد داخل السياج هما الحمار الوحشي والاسد وهذه الحيوانين يوجد داخل السياج الخارج السياج. جيد. نقوم بالتمرين الثاني. تمرين الثاني في هذا الفرض هذا وهذا المراقبة عليه نقطتان عليه نقطتان جيد. اذا احسب واكتب احسب واكتب اذا نطلب منها نقوم بالعمرية الحساب ثم نكتب العدد المحصل عليها نبدأ من هنا. مطلوب منها هو ان انا نحسبوا هذه الاقراص هدو. ونكتبوا العدد المحصل عليه في هذه البطاقة هذي يكون ما تزربوش حسبوك شوية انا عندكم حمسة وربعين دقيقة باش تجاوهوا لهذا الامتحان هذا. اذا سنحسبوه ومن بعد سنكتبوه الرقم اللي حصلنا عليه في هذه البطاقة هذي. اذا بدأت شكلنا. اعتنا هنا واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة. اعيد واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة. اذا في هذه الدائرة لدينا سبعة اقراص. سنكتبوه اي دور من غير الاحمر. هذا الاحمر خاص بالصحيح. اذا هنمشو دا بالا الدائرة الموالية. عدنا واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احد عشر اثنى عشر تلاتة عشر اربعة عشر. لدينا ما دا اربعة عشر قرص. هنكتبوه العدد اربعة عشر تحسن هاد البطاقة هذي. العدد اربعة عشر. جيد. نمشي ودبان شوفوا الدائرة الموالية. عدنا واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. اذا كم لدينا? لدينا تسعة اقراص. سنكتبوه في هذه البطاقة. الرقم تسعة. جيد. الرقم تسعة في هذه الشكل هادا. تسعة. فان هدا هو الجواب تسعة. شو دبال للدائرة الموالية لدينا واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. لدينا عشرة اقراص. سوف نكتبوه العدد عشرة. عشرة جيد. بشو دبال التمرين الثالثة. اضعوا الرمز المناسب لدينا هنا هذا الرمز اكبر. وهذا الرمز اصغر. وهذا الرمز تساوي عليه نقطة ونصف. على هذا من هذا الى جوبته عليه هتاخدوه نقطة ونصف. جيد. اذا كما قلنا اضعوا الرمز المناسب لدينا هنا الرمز اكبر وهذا الرمز اصغر وهذا الرمز تساوي. اذا سنبدو من هنا. واحد وواحد إذن واحد تساوي واحد العدد واحد تساوي العدد واحد سنضر الرمز تساوي لدينا هنا العدد خمسة والعدد اثنان العدد خمسة واثنان إذن خمسة أكبر من اثنان طبيعة الحال ونضر رمز أكبر من اثنان جيد نعدنا أربعة hiredن3 عفوا العدد 3 اربا ثلاثة الصغار نضار الرمز الصغار Han qu dijo c اكبر من تبعية الحال من واحد ثم هنا عدنا خمسة وثلاثة خمسة اكبر من واحد كذلك ندروا رمز اكبر وهنا عدنا ثلاثة واثنان ثلاثة اه اصغر اكبر من اثنان ثلاثة اكبر من العدد اثنان اذا جيد نشوفوا ده بتمرين اه الموالي ده بتمرين اخر انت من الاخير يقول السؤال اولون اذا اولون الاقراص التي توجد داخل الخط المغلق لاحظوا معي هنا داخلة حيث يمكن لكم تحط لكم فوق او داخلة او خارجة ارضوا البل هاد لكلمة هادي داخلة يعني الداخل الى قالوا لنا فوق الخط يعني فوق الخط سطحة هنا بحال هادي مثلا وهادي ولا يقال لنا خارجة يعني هذا ولا يقال لنا داخل يعني لداخل الخط ارضوا البل هاديك القضية ديال داخل الخط وفوق الخط اذا نطلب من نفس التمرين هذا هو ان نلون الاقراص التي توجد داخل الخط لدينا هذا القرص يوجد داخل الخط قد ينلونه كذلك ايضا هاد القرص يوجد داخل الخط قد ينلونه تهوى وعدنا هاد القرص كذلك يوجد داخل الخط جيد اذا هذا يوجد على الخط ليس داخل الخط وهذا يوجد داخل على الخط عفوا وهذا خارج الخط هذا خارج الخط خارج الخط خارج الخط خارج الخط خارج الخط فقط لدينا ثلاثة اقراص توجد داخل الخط جيد اذا احبتي صغار بهاكي نكونوا سلينا الحصة دي اليوم نتلقى ان شاء الله في الفرد الجاي دمتم في عيسي الله وإلى اللقاء